تماما كما تفعلها هوليود وتماما كما هو ذهول المتفرجين على شاشات السينما لكنهم اليوم متفرجون متفاجئون أمام شاشات الأخبار لحظة إعلان البنتاجون خروج آخر جنود أمريكا من أفغانستان ليسطر لحظة إزدال الستار على أطول حرب في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية وعودة طالبان إلى الحكم بعد إخراجها من السلطة على يد قوة أمريكا التي خاضت حربا دروس تلك الحرب الدروس والمواجهة القاسية التي حملت عنوان التبذير بتريليونين ومئتي مليون دولار تقريبا صرفتها واشنطن على معداتها وجنودها في مواجهة حركة طالبان تلك التي حفرت وجودها بين الجبال وتمركزت في مخاوف الأفغانيين الذين نظروا إليها الآن وينظرون بتوقعات المفاجآت ما إذا ستحكم بقيودها المتشددة أو تنزع حجاب الخوف عن مجوه أبنائها وبناتها على وجه الخصوص المفاجآت كثيرة توقعاتها لكن الصورة أبلغ من الكلام وقد تكرر المشهد كثيرا لكن كابل كانت شاهدة على لحظات لم تتكرر في الحقيقة التي تعيشها البلدان من حروب حيث الألة العسكرية التي خربتها واشنطن لتغادر تاركة خلفها صور الخراب وكأنها تقول لا شيء يصلح هنا بدونها أو فلتنتظر ماذا ستقدم الحركة برجالها الملتحين وعمائمهم وأسلحتهم القديمة أما القائد الميداني اللواء كريس دوناهيو قائد الفرقة الثانية والثمانين فقد أثبت تكتيك الانسحاب واختتام القول على الطريقة الأمريكية مودي عن ساحة الحرب التي قدم فيها أوامر كان آخرها اتمام مهمة الانسحاب التي لا رصاصة فيها أو مواجهة عسكرية مواجهة عسكرية مواجهة عسكرية مواجهة عسكرية